عايز تلعب جيم هجومي؟ إلعب بنفس طريق لعبك بس خلي نوعية اللعيبة اللي بتلعب في الملعب عندها الشق الهجومي أعلى شوية صح عشان كده أنا لا معلاش تشرح يعني مثلا لو هتلعها 4-3-3-2-8 دول أدوارهم من الهجومية تبقى أعلى من أدوارهم من الدفاعية مثلا الباكين يعني أنا كنت متوقع بنسبة كبيرة جدا اللي هيبتدي فتوحه مش حمدي عشان فتوح أدوار الهجومية أكبر أعلى شوية مع أن فتوح أخد بالك يدفع كويس برضو تصدق دي نقطة مهمة؟ جدا أنه دايما دايما مأس منها يقول لك فتوح بيهاجم وحمدي بيدافع وكأن فتوح بيدافع شوية حمدي بيهاجم على فجأة حمدي بيهاجم كمان كويس طب أنا عايز أقول لك الحاجة فتوح البطولة اللي فات 2019 لعب على أعظم اللعيبة في العالم البطولة 2021 على أعظم حاكيمي ولعيب كودفورد لعيب يعني الكفاية حاكيمي مثلا وعمل جيم دفاعي زي كتما بيقول صح بس فتوح عنده الشق الهجومي لو أنت هتلاعب فرقة ما بتهجمكش كتير هيبقى الشق الهجومي أعلى شوية وعنده المقدرة أن يحط الكرة تحت رجله ويبتدي يقطع بها مساحات أو يطلع الباصم الرجلي مظبوط أو الكروز بتاعه مظبوط في حاجات كتير جدا طب انت شايف تشكيلة مناسبة لمنتخم مصر في قدام غانة تكون عاملة ازايش؟ أنا في حيرة في حيرة؟ انت أصلا في حيرة؟ الله يكون فعون فيتوريا بقى يعني هنا نعرف نقول قرارة بسهولة كده نقولها وخراس أصلا احنا مش رحلة ده كاساومة أفريقية صحيح بالتأكيد